بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتناول في هذه الدقائق مسألة تتعلق بالتعريف بالقرآن بعد أن انتهينا من تعريف القرآن الكريم ثم ذكر أسمائه وأوصافه وهي الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي تكلم الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى في كتابه مباحث في علوم القرآن وغيره من المؤلفين في علوم القرآن عن هذه المسألة من باب التفريق بين القرآن والحديث القدسي وكذلك الحديث النبوي حتى يتميز كل واحد منها عن الآخر طبعا مر معنا تعريف القرآن وأنه كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوته الحديث القدسي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أضافه إلى ربه سبحانه وتعالى ونسبه إلى ربه فيأتي عندنا في الأحاديث قال الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا فهذا يسمى الحديث القدسي ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟ قال المؤلف كما ترون أمامكم هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي أهمها أن القرآن الكريم كلام الله أوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه وتحدى به العرب فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله ولا يزال التحدي به قائما فهو معجزة خالدة إلى يوم القيامة والحديث القدسي لم يقع به التحدي والإعجاز إذن هذا الفرق الأول أن القرآن الكريم وقع به التحدي وهو معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة في الخطاب للمشركين لما قيل لهم فأتوا بسورة من مثله فهو معجز بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بسورة مثله ولا بعشر سور من مثله كما سيأتي معنا إن شاء الله في إعجاز القرآن أما الحديث القدسي فلم يقع به التحدي والإعجاز الأمر الثاني قال المؤلف والقرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى فيقال قال الله تعالى بلا إشكال الله عز وجل لا ينسب إليه صراحة إلا يعني أقصد أن القرآن ينسب إلى الله تعالى فيقال قال الله تعالى أما الحديث القدسي فيقول المؤلف والحديث القدسي كما سبق قد يروى مضافا إلى الله تعالى وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إن شاء فيقال قال الله تعالى أو يقول الله تعالى وقد يروى مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون النسبة حينئذ إخبار نسبة إخبار لأنه عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل فيما يرويه عن ربه عز وجل بمعنى خلاصة هذا الفرق الثاني القرآن يقال قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر قال الله تعالى ما يقال فيما يروى عن الله لا يقال قال الله تعالى ويذكر قوله ولذلك لا معنى في الآيات لا يقال الآية فيما معناها وإنما ينسب إلى الله تعالى صراحة أما الحديث القدسي فذكر بأنه قد يقال قال الله تعالى كذا وقد يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل فلاحظوا هنا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل فنسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة إخبار أي أنه يخبر عن ربه سبحانه وتعالى الفرق الثالث أن القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر فهو متواتر كما هو معروف والتواتر هو أعلى درجات الثبوت أي أنه نقله الجم الغفير عن مثلهم بحيث يستحيل أن يقع فيه الكذب فهو قطعي الثبوت والأحاديث القدسية أكثرها أخبار وأحاد فهي ظنية الثبوت يعني من حيث الثبوت الأخبار يقول طائفة من العلماء إن الأحاد ظني الثبوت لأنه يمكن أن يقع فيه نقص يمكن أن يقع عليه النسيان فلذلك الخبر الذي يأتي عن أحاد ظني الثبوت قال وقد يكون الحديث القدسي صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا فالحديث القدسي حديث ينطبق عليه ما ينطبق على الأحاديث من الثبوت والرد أما القرآن فلا مجال لرد القرآن الثابت المتواتر الفرق الرابع عن القرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنا فهو وحي باللفظ والمعنى أما الحديث القدسي ففي خلاف فمعناه من الله وأما لفظه طبعا في قولان بعضهم يقول هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي صححه المؤلف وقال على الصحيح فهو وحي بالمعنى دون اللفظ ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدثين القول الثاني طبعا هو أن الحديث القدسي كلام الله أيضا فهو قاله الله لكن ليس مما يتحدى به فالله سبحانه وتعالى له أقوال قالها لا تدخل تحت الإعجاز وإنما هي أقوال مضافة إليه سبحانه وتعالى لكن ليست في منزلة القرآن على كل حال هذه المسألة يسيرة بعض العلماء قال إن الظاهر من الأحاديث هو أن اللفظ من الله سبحانه وتعالى لأن الحديث القدسي قال الله تعالى إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فيقول فلا داعي لأن نقول بأن اللفظ من الرسول والمعنى من الله على كل حال المسألة يسيرة يعني الظاهر الذي يدل عليه الظاهر في الأحاديث أن اللفظ من الله لأنها جاءت بعد قال الله تعالى وإلا لما كان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فائدة لو كانت المسألة مسألة أن اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما تلقى المعنى من الله لكان هذا يعني متطابقا مع الحديث النبوي العادي على كل حال المسألة والخطب يسير في هذا أخيرا في الفروق القرآن الكريم متعبد بتلاوته بمعنى وكما مر معنى أن القراءة لها أجر وثواب من حيث كونها قراءة وهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة فقرأوا ما تيسر من القرآن وقراءته عبادة يذيب الله عليها بما جاء في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة في عشر أمذالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحديث هذا فيه كلام رواة الترمذي عن ابن مسعود وقال حديث حسن وصحيح لكن الأظهر والله أعلم وقفه على ابن مسعود وهو يعني مما لا مجال للرأي فيه فيعتبر في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالفروق بين القرآن والحديث القدسي بقي ختم المؤلف بمسألة وهي الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي فقال الحديث النبوي قسمان قسم توقيفي وهو الذي تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه من حيث هو كلام حري بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكلام ينسب إلى قائله وإن كان ما فيه من المعنى قد تلقاه عن غيره هذا التوقيفي أي أن المعنى من الله وقسم توفيقي أو اجتهادي توفيقي أو اجتهادي وهو الذي استنبطه الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه مما فهمه من القرآن أو مما أداه إليه اجتهاده فهذا القسم الاستنباطي يعتبر وحيا إذا أقره الوحي فيكون كالقسم الأول وإن كان في الاجتهاد مخالفة للصواب الله سبحانه وتعالى يبين ذلك أو الوحي يصحح اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض الأمور اجتهادا فيقع هناك نوع من العتاب له أو التصحيح لاجتهاده عليه الصلاة والسلام وفي المحصلة النهائية لابد أن يكون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما ذهب إليه معروف وكل في الجملة كل ما أخبر بين النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه وحي وأنه منزل من عند الله إلا ما اجتهد فيه وبيّن الوحي أنه خلاف الصواب كاجتهاده مثلا في الأسرى في أسرى بدر وقد عاتبه الله سبحانه وتعالى وأنزل في ذلك قرآن كاجتهاده عليه الصلاة والسلام في صورة عبسة لما جاءه الرجل الأعمى فتركه واشتهت فاشتغل بأولئك فأنزل الله سبحانه وتعالى الوحي وعاتبه على ذلك المهم أن الحديث النبوي يعود إلى هذين القسمين يقول المؤلف وتبين من ذلك أن الحديث النبوي بقسميها التوقيفي والتوفيق الاجتهادي التوقيفي من الله والتوفيق الاجتهادي الذي أقره الوحي يمكن أن يقال فيها إنما ردها جميعا بجملتها إلى الوحي وهذا معنى قوله تعالى في رسولنا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى أما الحديث القدسي طبعا هذا يتعلق بالفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي الحديث القدسي فمعناه من الله عز وجل ويلقى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفيات من كيفيات الوحي لا على التعيين يعني ما ندري كيف تلقى لأن الوحي له كيفيات هل تلقى بواسطة الإلهام مثلا أو بواسطة جبريل المهم بكيفية من كيفيات الوحي أما ألفاظه فهي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الراجح ونسبته إلى الله تعالى نسبة لمضمونه لا نسبة لألفاظه ولو كان نفظه من عند الله لما كان هناك فرق بينه وبين القرآن ولوقع التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته على كل حال هذا ما يتعلق بالفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي والأمر فيها يسير كلها إذا صحت فهي في مقام واحد ويعمل بها كلها أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وبهذا نختم الحديث عن الوحدة الأولى من وحدات هذا المقرر وهو تعريف القرآن وأسمائه وصفاته تكلمنا فيه عن تعريف القرآن الكريم وعن أسمائه وأوصافه ثم ختمنا بالفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين